سؤال من الأخ كريم في الدورة تستعمل خاصية الليدز لم يضع لينك لكي أضيفها في كالسيستم هذا الشخص ده يسأل على خاصية خلي أشارك السكرين تبعي وأقول لكم شنو قصده في خاصية أنا أشتريها من غير الشركة وشاركتها صراحة ما أحب أشاركها مع المجتمع لأنه بعدني ما مجربهم وشوية غالين لكن خلي شوفكم شنو ده يقصد الرجال حتى للباقين يستفادون هاي في خاصية الليدز ممكن شناها في خاصية الليدز تروح تساوي مثلا عندك صاحب البزنس سي او للبزنس الفلاني وتساوي مثلا في قطر ويجيب لك الفين أو ميتين اسم ورقم تليفونه وإيميله واللينكتين ماله والجوجل ماله الميديا ماله وتبعث لهم مساجات وشغلات أظن كانت هنا كان عندنا في موقع واحد هاي بعدني ما مجربهم فما حبيت هاي 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 هم فما أحب يعني مو ما مجربهم مجربهم لكن تجي هون مثلا تريد اندستري محلات الأثاث إذا تريد نيش معين قطاع معين تدورها في مدينة أو دولة معينة ينطيك إياها اللست بس الحلو فيها من ينطيك إياها اللست دغري بكليك واحد تبعثه على الـ CRM تبعك على الـ Automation تبعك فإنت بالـ Automation مثلا حات رسالة تروح لهم رسالة بعدين إيميل الأول إيميل ثاني بعدين تليفون وبعدين موعد أو رابط للتقويم تبعك كل يروح لهم أوتوماتيكيا فالمنتج جدا حلو وأظن شوية برايسي أظن شوية يعني ينطيك ألف كونتاكت 200 دولار أو 150 بس الحلو بي تقدر ترجع تبيع همينة white label يعني تقدر ترجع تبيع لزباينك اللي هما بي تو بي كمان ويريدون يشتغلون بي تو بي ماشي فهاي بالنسبة للليد راح أجيب لكم إياها لكن هذه فقط يعني شوية للمتطورين صراحة وحنا بهاي المرحلة والمجتمع دا ركز أنا على المبتدئين اللي يريدون يبيعون من 10 إلى 15 بالبداية هذا فقط للبيع بالجملة وانت مرتب بالسناب شات تبعكم فيعني صراحة you are not missing out انت ما جاي تصبر على شي وده يروح من عندك هذا للمتطورين فقط واللي جاهزين وخدمة الزبان مالاتهم جاهزة وكل شي جاهز تروح تقدر تبيع أو تستقطب بالجملة وطبعا هو السيستم منطق في البراسبكتينج تول عدكم هذا إياه كل البلانات عدكم إياه تجي هنا تسوي البراسبكتينج تول لكن واحد واحد مو بتجملة ماشي إن شاء الله وصلت الفكرة السؤال الثاني مصدر رسمي ليش يراء أو تحطي أو توضيح لبناء الأوتاميشنز الأوتاميشنز أحب أوضح لكم إياه صراحة هاي الخاصيات كلها all in one inbox calendar شنو social planner شنو كل هاي الأمور تتعلمها مرة واحدة خلص تتعلمها وينتهي يعني أكو علم أكو مرات معلومات تتعلم بغداد عاصمة العراق خلص تمام يعني تتعلمها مرة واحدة خلص ما بيها شي وهذه الأمور كمان نفس الشي social planner تتكنك ال social media وتسوي posting خلص عرفته الworkflow صراحة هو السيستم الوحيد تبقى تتعلمها 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 زين وشقد ما تتعلم قليل لأن بيها تاكتيك وبها automations يعني تقدر تبني application حلول لبزنسات ومشاريع بهذا وتختلف أنت تختلف differentiate yourself from media shield from كل زملائك اللي داي سوون داي بيعون high level شون انت تصير مختلف بالworkflow طبعاً أدهم واركفلوات وتماتيكية مثلاً إذا يجيك appointment booking يروح لهم reminders وشغلات إذا happy birthday campaign مثلاً عندك database قاعدة البيانات وعندك الناس حاطة عيد ميلادها واتماتيكياً هذا يروح بالفيسبوك مثلاً أو بالmessage هاي أنا البزنس owner حبينا نقول لك happy birthday email حلو كذا هذا جداً مهم أو تجي تبني from scratch فهذا ما راح أغطي اليوم أظن هاي واحدة يحتاج مفاصل واحد دورة كاملة أنا كل بزنساتي مسويها automation عبر الworkflow صراحة وأصلاً أنتو هذا الكورس ومثلاً الكورس العام الكورس الحصري كل شي أنا بالworkflow سوي صراحة عدنا هسا اليوم الـ 12000 مشترك كل داع داريهم بالworkflow بعدها استخدم في السيستم مالينا في السيستم مالك شوية خبرة راح تسويها راح تقدر عليها لكن أيضاً راح أسوي عليها دروس بالعربي إن شاء الله أشوفكم شنو تسوون لأن تقدرون تسوون بيها هوايا شغلات هذا الـ webinar اليوم ما يكافينا وتقدر تشتري جواباً لسؤالك إيه أكوناس يبدون وهذا مقصب ماركت راح ينفتح حسب المجتمع العربي أمنى أكوناس راح يجتهدون بهذا السيستم فاش راح يسوون راح يسوون مثلاً Workflow automation أو snapchat للمطاعم العربية وطبعاً يحق لك تبيعها إلنا أو تنطيها ديها كيفك؟ أنا يعني مرات عندي هوايا snapchatات أو Workflowات انطيها دية لكن إنت إذا اجتهدت من هذا البزنس إنت هذا المجتمع إحنا حالياً قريباً 350 شركة ساسة أسست زين؟ أكو بيهم ثكاتي ماذا يجون ماذا يسألون ماذا يبيعون ماذا أريد أجيبهم زين؟ لكن إذا صرنا قريباً لألف أو حتى 300 مقليل يعني إذا تسويت شغلة وتبيعها إلهم طبعاً أكو هوايا خصائص أكو هوايا فرص عمل في هذا المجتمع عمالنا الصغير ما راح هسا أفتحها لكن بمرور الزمن من تتعلم السيستم تشوف أنت عندك هوايا فرص عمل بالماركت كبيتو بي أو بالمجتمع عمالتنا طبعاً راح أغطي أنا همينها راح أرشح هاي الشركة مثلاً زين في خدمة الزبع هاي الشركة زين في بناء Workflows والسنابشاتات سؤال الأخ عزوز إن شاء الله جاي جاوبتك سؤال الأخ إيهاب توتونجي هل نستطيع استخدام رقم هاتف الشخصي في السيستم بدلاً من اشترك بالمواقع الخاصة اشترك أنا ما أنصح توزع رقم تليفونك لأن تعال اشتري رقم تليفون من السيستم ما لك فارورد ما عرف أنت وين صراحة إذا أنت مو في أمريكا أو في أي دولة في كندا أو أوروبا أو حتى في الدول اللي توليو فعال فيها صراحة أنت تقدر تفعل توليو يعني هو VoIP Voice معروف شنو هذا Protocol Internet VoIP شنو هو يعني أنت أرقام تليفوناتنا كل هذا أرقام والاتصالات تيجي هي عبر الإنترنت ما يكو شبكة ما يكو سيم كارت فجوغل تستخدم VoIP Uber توليو هذا لكل من يستخدمون يما توليو يما جوغل فأنصحك تشتغل رقم وتفارورده نفسك بتذكره إذا انشغلت عينت واحد مساعد إلك تقدر تمت التليفونات إلا وطبعا تقدر تسوي كل المساعدة في عدادات إرسال بريد الإلكتروني عبر السيستم مع العلم أنني قمت باتباع جميع خطوات ما عرف شنو قصدك لكن بالنسبة للبريد الإلكتروني عندك ضبطت مين مثلا مكانيا لازم تسوي السيستم دغري ينطيك بريد عشوائي ماسكين هذا نسمي لكن أيضا تقدر تيجي لل إيميل سيربسيز تقدر تختار الإيميل سيربر ماتك مثل ما قلت لك هاي لوفل بلاتفورم أو أوبن سورس مبتوح تقدر تختار إذا ما تحب ملغا روح أنت جيب الجيميل سوي سمتي سوي جوغل سوي ياهو سوي سينتغرين سينتغرين أنا ما مجربة لكن واي أسمع علي شغلات حلوة جدا أو أدرس إذا ما إذا عندك الإيميل سيربر ماتك ضيف ماتك خلص إحنا شنسوي إحنا نستخدم mail gun لكن هذا الشي همنا أدباس لكن بكرة ما يصير عندك زبائن ويستخدموا الإيميل مع خاصية الإيميل ماركتين ماتك زين راح يدزون إيميلات وسبام وكذا ويمكن اسم شركتك شوي يصير سمعتها موزينة فإحنا شنسوي لدينا شركات ضخمة تستخدم إيميل ماركتين بشكل بشكل ضخم فشي سوون جيميل وآتلوك هذول يشوفون ميديا شيل كشركة صفت وسبامر فإحنا شنسوي لهم كل واحد نفتح له حساب فرعي إيميل سيربر خاص في الميل قن اتعلموا أكو هذا الشي مثل mailgun mediashield dot net mailgun مثل client number client name dot net أو dot com قبل ما أروح على السؤال التالي أريد أشوف voice over internal internet protocol شكرا عبد الرحمن حمص ثاعدني بمسائر كلمة boy العفو أستاذ ببث إن الشركات المعروفة صعب تقنع الزبون يشتري رقم ويغير أرقام أعبر على الشركة الغيرة كيف قنعة يغير رقم ما يحتاج قنعة يغير رقم نحنا ما غير نا أرقام فقط لخزمة خدمة الزبان مستحيل شركة ضخمة عندها رقم واحد وديد كل شي هذا الرقم فقط يصير عندها للماركتينج مالت للماركتينج مالت عدنا هواي أرقام إحنا سلوتيجي هنا كم أرقام عدنا ونستخدم كل واحد على حدة ماشي فمو شرط إنه يغير رقم لكن في أمريكا مرات عدنا أصلاً ناس عدهم رقم ومشهور ومن تشرك عند كل زمانهم هم يقولون أريد أجيب رقمي للميدياشيلد شوناً نسوي هم مينة تقدر تسوي إذا أنت في أمريكا أو هاي الدول معرف على السل يملون استمارة يمتون تصريح الميدياشيلد أحنا نخاطب أو نخاطب الرقم المستضيف مثلاً برايزن سفرينت أو مينو ما تشان أو السل حتى كل الشركات هذول الشركات كلهم يشترون الخدمات من نفس الكارير وينطوق الرقم هذه همينا دارج ماشي استاذي هاب شكراً على أسل سؤال الأخ محمد عوني أو عوني محمد خدمة lead connector أشتري منها رقم خاص لي بس الاثنين lead connector هم لك وهم منها تقدر تعرضها لزبائنا فإنت إذا أنت في حساب الساس وإذا أنت في أمريكا أو بأي مكان مثل ما قلت لك ما أريد أروج الساس برو والناس تركز على الساس برو وسترايب وهاي مو شرط أنت تريد تربح بهذا شي فتقدر تجي للسيستم تقول له أنا أريد أربح عشر أضعاف من استخدام زبائني للسيستم للمسيجات إيميل كل إيميل يطلع مثلا charge to customer تكلفت علينا مثلا في هالحالة إذا سويت خمس أضعاف تكلفت علينا 0.0007 سنت فر إيميل الزبون رح يتشرج هالقد أنا أو عشر دولارات رح يكفي هالقد إيميل زين بهالحالة والبرافت مالتنا يكون هالقد طبعا بالآلاف هذا الشي أيضا مربح جدا لكن أنا ما أحب أضيف هذا الشي لأنني أريد أنافس شركات الإيميل ماركتينج ميل تشم تكست كريد وهذول الشركات بسعر الرخص عندي هوايا شركات يجوني من تكست كريد أو غير شركات لأن المسيجات عندنا أرخص من عندهم بسعر الجملة فقط زائدا الضرائب هنا وتدري سترايك وهذول الشركات من تستلم الفلوس يقطعون عمول ورسوم فنفس الشي للليد كوننكتور أنا حسابي قديم بعدني أنا جدا أحب لليد كوننكتور ده أسمع شغلات كل حلوة عليها لكن بعدنا حسابنا عن قديم ويتول يهو يعدنا نقام بعدنا تحت الدراسة قيد الدراسة شون نحول ولو قاهاي لبل ومشتريها كل شي سهل شون تحولها ماشي فتقدر تستخدمها لنفسك ولزبائنك وحتى أرقام أرقام وليد كوننكتور هو تولية صراحة خلي لا لا تنضرون قاهاي لبل مشتريها أو مسوي ليد كوننكتور فأبليكيشن يشتري كل الخدمات من تولية يعني الأساس هو التولية أوكي الأساس هو التولية اللي تكننكتور فالشي مبسط للتولية اللي يحتاج منك شركة أو راق شركة وكل 3 شهر يدزون استمارات ولازم نحبيها يعني مو كل 3 شهر بس يعني بها الدوخات فاللي تكننكتور أخذت تبنت الموقف قالت يعني راح أكون المظلة هذول الجوايا عايدين لي هيكي بشكل بسيط والله ومو هيكي بسيط أوكي وخاصية الميل أيضا لا بد من شراء ميل خاص من ميل قن يستفاد مننا بحملات خلص مثل ما قلت لك مثل تول يصير عندك حساب وس اي دي نمبر ميل قن همينا مثل ما قلت لك انت الساس مالك أو جو هاي لبل عبارة جو هاي لبل الأرضية الخاصبة على قولة عيمن زين انت انت الساس مالك هو الآيفون والفودافون والأسيا سيل وهذول هما ينطوك السيم كارت وقباقات الانترنت فهيك اخذوها يعني الاساس تبعك هو الجهاز هو التول هو الأداة لكن شون تعبيه وتجيبه للحياة تحتاج انترنت تحتاج خدمة اتصالات ما عندك سيم كارت وابراج عندك توليو عندك هوايا في شركات مثل توليو وميل قن سينت قريد جيميل للإيميل هيك اخذوها فلازم يكون عندك حساب الميل قن حتى أو حساب إيميل حتى هذولا من أقول إيميل مو إيميل الجيميل لا اللي يبيع خدمات الإيميل بالجملة لهج الجملة انت هسا مثل أصحاب الجملة انت مو محل سوبر ماركت تبيع تشبس وكذا زين انت صاحب الجملة تشتري الغرار بالجملة بسعر الجملة وتبيعها بالجملة لهج السوبر ماركتات ما أقدر أبسطها أكثر من هاي بس أهم شيء تتعرفون من نحكي على الإيميل ماذا نحكي على إيميلك الخاص مثلا تم أو محمد at whatever.com نجي على الرقم لكل زبون لا شوف هذا السؤال بيشقين بالنسبة للرقم كل زبون لازم يكون عنده رقم أو أرقام أو مو لازم مو شرط إذا ما يستخدمون هذه الخاصية لكن بالنسبة للإيميل أنت يكون عندك الإيميل الخاص بك لكن الزبون خلي أشرح بشكل خلي نروح على your company أنت من الضيف الزبون مو الضيفة بإيميل ورقم تليفون خلاص مياح هو عنده إيميل ومن يدز الناس صح الماسكين هو سيستم ما لك لكن الناس من يجاوبوا يجاوبوا على إيميل الآن بحساب الدمو مثلا رح أدخل مثلا هنري هنري at company رح أدخل كهنري بايدا إذا ما تعرف هذا الخاصية أنت كصاحب السوبر صاحب السيستم هذا تقدر تدخل كمستخدم هنري نعم دو يعني تقدر تدخل كمستخدم من مستخدميك أوكي فمن تدخل تشوف هم ما شدي يشوفون يعني أنت ما تريد تروح و log in log out ورئيبا يمكن هما في البيسيك بلان ماتك أو هما في بلان آخر أو هما في بلان لكن الموظف الادمن مالتهم منطيهم access للويبسايت لل conversations بس مو لل social media فتشوف تفوت باسمه وتشوف هو شي شوف هذا شي جدا مهم لأن أنت بالساس مالك وفي الحسابات الفرعية ماتك أدنى admin log يمكن الانترنت مالي اليوم فعدنا admin log تشوف إذا بسح شغلة أو تشوف عمرك وعلم زباينك أبدا لا يشاركون الuser name والpassword مالتهم مثلا نعرض لهم كل شي مجانا وكل شي unlimited بدل ما ينطل أخو username وpassword ماله حتى يدخل للسيستم لا خليه يضيف أخو بالuser name والpassword ماله ويفوت للسيستم ماشي هذا ضروري مثلا نضيف هذا الشخص email نضيف له at gmail.com هس نقدر ندز email لهذا الشخص الemail يندز من هذا أقدر ندز من john do at gmail.com والزبون هم من يرد يجيني على السيستم بس هو ما يشوف انه هو يستخدم media shield أو شي إن شاء الله وصلة الفكرة بس السؤال شوية فرعي ستراتيجيات بسيطة للتسويق كيف يقناع العميل بالمنتوج كيف استضي حلو ترجم تقويم هذه ما فهمت صراحة رجعت لك بالpost ستراتيجيات بسيطة للتسويق دع سوي دورة كاملة للاستخطاب والمبيعات بس صراحة أنا في طور أنه عين واحد يعين يساعدني في تعديل الفيديوهات يعني ما أقدر أسويها وماذا أعرف لها صراحة عندي تيم يساون هذا الشيء لكن انجليز وما يفهم العربي واني أريد أقول اللي يساعدني يساوي هذا الشيء سوي هذا الشيء لازم العربي مطلوب بحاجة إلى كود يترجم التقويم كالندر إذا أنت هنا استاذ شادي ممكن ترفع إيدك حتى تشرح لي شنو هذا أو تنشر كسؤال أوكي عن ما استاذ شادي يجي أو إذا أحد يعرف هذه شنو مقصد استاذ شادي أوكي المعتصم هل ممكن أن يكون موقع مدعوم بأكثر من لغة نعم وبرك الله بزيد سومان يمكن سوى الفيديو في قناة اليوتيوب سوى فيديو شون تحول الويب سايت للعربية طبعا هذا فقط طريقة واحدة كهوائي طرق تقدر تسويها لكن رجل أبدع فيها وهو لقاها وشوى فيديو حلو ونشارها معايا وإحنا نشارناها باليوتيوب بارك الله شكرا جزيلا إذا أنت معنا ومو معنا إن شاء الله راح تسمع هذا الشكر ممكن متعدد اللغات حسب رغبة العميل نعم أيضا شراحتها في هوايا أنا هوايا دا سوي لقاءات فردية استشارات فردية طبعا راح أغلقها خلاص ما أقدر أفتح جدولي لكل هاي الأمور لكن دا سجلها حتى البقية يستفادوا فمن أحدى اللقاءات أخذ لم يأ يمكن كان أسمحا خلي أروح على حسابي الخاص أنا مثلا سألة شون أقدر أسوي السيستم بالعربي أو بالفرنسي طبعا الفرنسي وسباني هذا دا ييجي من هاي لبل هما راح يسووه لكن جوابي لهذا السؤال شقين شق الأول أنا لقيت الحال شخصيا مش شون تسوي السيستم بالعربي أو بأي لغة وإذا تشوف هنا مثلا هاي الجيرمن عندي زباين في ألمانيا طلبوا الألمانية وسوينا طبعا إذا ما يعجبك الكلمات تقدر تروح وتغير الشام تريد لكن أيضا تسوي هذا الشيء للغات الأساسية لكن هدفي الأسياسي من هاي للمجتمع اللبني باتشار أقبى مثلا نريد السيستم هذا يكون بالعربي أو بالفرنسي أو بالكوردي أو بالتركي إحنا نصوت بين هنا راح أسوي منصة التصويت وكلها نصوت ونريد أنا أرفع على هاي وكل تصوتون عليه فمن يشوف النظام التصويت أو أكف تصويت عليه راح يتبنوا ويسووا وطبعا من هما يسووا غير شكل شوف خلي شوف الانترنت شوي ده يخجل اليوم طبع أنا من سويت ده المواقع مدى مدى يترجم كل شي لمرحلة معينة يترجمها لكن هما يسوون كل شي فهذا شي جدا مهم خلي شوف نظام التصويت كلكم في حساب كم تجون على الساس أكاونت أكو هذا ال اي دي اس هنا تنقر عليه يجيبك هنا هنا هذا منصة التصويت مالتنا مع هاي لبل هاي لبل رابن هو فقط الماركتر هو الخبير في الماركتين لكن هو مو خبير في البرمجا شان وبرون هما مبرمجين لكن مو خبيرين في الأسواق احنا شنريد فهاي لبل بنيت من عدنا من عدكم يعني بأفكاركم بأفكارنا فاحنا شنسوي نجي هنا نسوي مثلا نريد اوتاميشن هذا الوتاميشن جاي في موضوع الوتاميشن وارب فلو copy whatever folder to another موقع جايب اربعين صوت او عفوا اربعمية وخمسة وسبعين صوت فمن يجيب اصواته هواية اشي سوون هما يركزون عليه ويبنوا كوبال زين ومنها كوبال تشوف الشغلات improved fixed او نيل كل المواصفات اللي يبنوا بالسيستم راح تشوفها انت بهذا النظام التصويت فمثلا الوتساب يعني صار بالموبل صار لي فاترة اقول واتساب ما حد يعرف بامريكا وكندا المتصاب موهم فصار سنتين لو كان عندي مثلا قدنا احنا مثلا مجتمع مالتنا وندعم بعض احنا بالقروبات مالتنا راح اسوي منصة خاصة بينا نحط يابن نريد باللغة العربية هنا محد لابن ما يهم العربي لكن اذا يشوف فيه الف شخص مصوط الف شخص مشخص الف ساس يعني هذا مطلوب نريد واتساب مطلوب مطلوب فهذا هدف فيما نبني هذا المجتمع وطبعا نسوي بشكل فعال خليه شوف الواتساب ما نوصل واتساب شوف ميتين وثمانية وستة واربعين صوت فقط لكن لو كلنا نجي هنا نسوي ألف صوت أول شي هما يسوي شوف واتساب ماي بزنس فقط ثلاثة وسبعين صوت زين يعني ما بيها لكن شان هذاك اليوم قال أنه يشتغلون عليها ورح يبنوها ورح يصير لايف إن شاء الله في الشعرين فليهاي هاي المواقع اللي شوفتكم يا اهتموا بيها استخدموهم لكن إن شاء الله قريبا جي أشال هو رح يكون منه الواتساب من يكون هذا الواتساب مو يعني فاتشي جو العباية أو خلف الكواليس نسوي شركة فيسبوك أو متى قابلين الساس ما لك يكون معترف في الواتساب ماشي آني فدقي ثاني اللي أجاوب على هاي الأسئلة وراها راح اه أفتح منصة للأسئلة والواجبة حسنا حسنا هذا اللي ما عرف هما يكون موقع بيتر لغة حسنا هو هذا اللي ردت أعلمكم اليوم شو نسوي كيو آر كود لمطعم ومن نفسه كيو آر كود يصلوا بالزبون تقييم المطعم هاي برحة سويتها بدقيقتين رحت جهوة والله العظيم اشتريت كنت جوعان وشتريت قهوة وشفت عدهم كيو آر كود مطعم وابطلهم هاي ليش تستخدمون هاي كيو آر كود ليش ما تستخدمون كيو آر كود ميديا شيل قالوا وشنو هاي تسوفتهم مع المطعم آخر تستخدمون تتخبلون وقالوا واو هذا كلش حل شون سويتها والله فتحت اللاتوب سويتهم ميزتين ميزتين حسا أريد أفتح هذه الأسئلة والأجوبة وراها يعني هسا هذا جاوبنا الأسئلة اللي ناس سألت جاوبناها وهسا نروح مثلا 10 دقائق 20 دقيقة نجاوب الأسئلة وإذا بقى وقت راح نروح على شوية شغلات حلوة ماشي